اشتركوا في القناة وعلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين سبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك وينتهز الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخمته طيب الإقامة في مملكة البحرين زيارة تحمل معها لقاء ليس الأول ولكنه لا يختلف عما سبقه بما يحمله من مشاعر ودية ونتائج مثمرة على كافة الصعد والمجالات تأتي اليوم لتضيف بعدا جديدا لتاريخ طويل من العلاقات البحرينية التركية الوطيدة والتي نمت وتطورت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة والقيادة التركية المتمثلة اليوم في فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إن أهمية هذه زيارات التاريخية المتبادلة بين الجانبين تنبع من أساس صلب من التفاهم حيال عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين ولدعم التنسيق الثنائي وتعزيز وجهات النظر بخصوص ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف استثنائية حيث تتفق وجهة النظر البحرينية والتركية على ضرورة دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي لقد كان لهذا التقارب أثر واضح على نتائج اللقاءات والمباحثات بين القيادتين وكبار المسؤولين في البلدين الشقيقين والتي أثمرت عبر السنوات العديدة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والتي تم استثمارها وتوظيفها لدعم وطيرة العلاقات المتنامية بينهما من جهة وللدفع بمساحة الاستفادة من المصالح المشتركة التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين من جهة أخرى لقد نجحت حكمة سياسة الفاعلة والنابعة من الحرص المتبادل على التواصل المشترك على أعلى المستويات في خلق نموذج مميز لما يجب أن تكون عليه العلاقات الناجحة بين البلدان متمثلة في النموذج البحريني التركي والتي يرى المراقبون أن زيارات المتبادلة واللقاءات الودية المستمرة ستثري مسارها في المستقبل القريب